أهلاً 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 زيك يا وليد دكتور بص باختصار شديد وأنت عارف أنا كده أنا كواليد انقطع رجائي في البشر تماماً في موضوع فلسطين وبصراحة عزمتي في الدعاء وما بقيتش زي الأول ومش بقول كده عشان أنا كواليد يا ربي الأطفال بيجرالها كده والناس بيجرالها كده وفيش استجابة لسه وليد ما توقفش ضع يا وليد وليد ما توقفش ضع عشان على الأقل قدام ربنا لما تقبلوا يوم الأيام تقولوا يا ربنا ما فيش إيدي أي حال أعملها غير لنا دعيت لكن كمان توقف ضع يعني توقف تتفرج خلص ما توقفش ضع أصلاً ما حصلش استجابة وانت مالك يا الأرض بتاعتك الأرض بتاعت ربنا إذا كان ربنا بيقول للنبي بعد ما ظلموه وأذوه ليس لك من الأمر شيء بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده بيقوله فإما نريناك ما نعيدهم أو نتوفيناك ممكن تشوفه ممكن ما تشوفه أنت تفضل تدعي وانت موخن أن ربنا حيستجيب الدعاء ولو بعد حين في جيلك أو في أي جيل تالي لأن ربنا وعد بالإجابة وده وعد أكيد ليك ولنك أشخاص وفما بالك لأمة محمد حبيبه صلى الله عليه وسلم طيب فيه سبب لتأخير الاستجابة يا دكتور السبب أنه قد يكون ربنا سبحانه وتعالى يرى أن هذه التوقيت لسه مش جاهز لهؤلاء الناس لسه مش جاهز أنه تنتصروا الآن لسه مش جاهز أنه تتغير ظروفك الآن يمكن مزيد من الحبكة لتغيير هذه الأمور يستجيب الدعاء ولكن في التوقيت الذي يريد لا في التوقيت الذي يريد نكمل دعاء طبعا نكمل دعاء بقوة أبدأ تقبل يا رب شكرا دكتور شكرا